بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي المتابعين عزائي المشاهدين محبي ومتتبعي عالم السيطلايت والرسيفرات في كل مكان سلام الله عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد أما هذه الفئة هي الفئة التي رشحها لعشاق الشيرينج وهي أساسا الفئة المفضلة للناس المحترفة في عالم الشيرينج وهي أجهزة الجي اكس رامة 2 وفلاس 16 قاعد أقول لي عم إبراهيم أنا برضو حابب أنه نحصل على جهاز رامة 2 وفلاس 16 وأنا ما عنديش أقمار أقولك هيبقى تبزير أوفر بصراحة يعني هتبقى أنت كده بترمي فلوسك في الأرض قلتلك في الفئة السابقة هو رامة 1 فلاس 8 حلوة طالما أنت بتاع اي بي ما تجيبش جهاز رامة 2 فلاس 16 وأنت مش بتاع الشيرينج فتعال هنا يا صديقي يا بتاع الشيرينج نروح إلى الجدول ونشوف مع بعض إيه الحكاية بتاعت هذه الفئة أولا يا صديقي لابد أن تضع في حزبانك اعتبارات مهمة جدا هل أنت من الناس الذين يحبون الأجهزة كبيرة الحجم أم صغيرة الحجم إذا كنت من الناس الذين يحبون الأجهزة كبيرة الحجم والكلاسيكية الجميلة فأنصحك بأجهزة ستار سات التي تتسيد هذه الفئة بلا جدال ستار سات 90 ألف ستار سات هايبر 2000 ستار سات إكس تريم 2000 أو ستار سات 90 ألف فقط أو ستار سات 9090 أو غيرها من أجهزة ستار سات اللي بيكون حجم البردة كبير أو ميديا ستار أو ستار تراك وغيرها من الشركات العملاقة في هذه الفئة فطبعا الرامات مفرغ منها 2 والفلاس 16 فالأجهزة دي ممتازة جدا في عمليات التايم شيفت وفي تشغيل قنوات السوبر اتش دي وهنا الصورة فول اتش دي رائعة كما يقدمها معالجة جي اكس بكل إصداراته أيضا تتوفر على رمودات احترافية ورائعة جدا الرمودات الخاصة بستار سات أو الخاصة بسيناتر باليتونيوم أو الخاصة بنوفو آي ماك أو بأي جهاز في هذه الفئة دائما بيكون رمود احترافي ورائع جدا نعم في بدايل لهذه الرمودات يعني الرمود الاصلي باز ممكن صعب تحصل على الاصلي ولكن في بدايل موجودة في السوق تريبا رمود استرا أو ترومان أو حاجزة كده بيقرأ على هذه الجهزة بلا مشاك فإذا الأمور محلولة بالنسبة للرمود أيضا ملفات القنوات منتشرة وبقصرة ملفات القنوات جي اكس راما 2 في الاس 16 منتشرة وبتحدث كل شهر والإشارة في هذه الجهزة إشارة حساسة جدا وممتازة ورائعة وأيضا هذه الجهزة حاملة لسيرفر الفوريفر النسخة الكاملة وليست النسخة الاس اي الخاصة بالأجهزة الصغيرة هنا النسخة كاملة في أغلب الأحيان تحدثات الفوريفر بتحدث مشاكل على الراما الواحد والفلاش تمانية من النادر جدا أن تحدث تحدثات الفوريفر مشاكل على الراما الاتنين وفلاش 16 بالإضافة يا صديقي هذه الأجهزة هي أجهزة ممتازة جدا لمن يمتلك المتحرك ولا يهم قنوات الفوركية عندك متحرك يا صديقي جهاز راما 2 في الاس 16 ما يميز جهاز عن الآخر في هذه الفئة هو فقط القنوات الصوتية إذا كنت أنت لست من عشاق القنوات الصوتية وتريد أن تعتمد على القنوات الصوتية الخاصة بالفوريفر فأنصحك وانت مغمض لو لقيت هذا الجهاز اللي هو يعتبر أفضل جهاز نزل من ستار سات بل من أفضل أجهزة الريسيفرات في العالم هو ستار سات 90 ألف إكستريم اللي احنا عملينه مراجع هنا في القناة منذ عام وهذا الجهاز صدر منذ أربع سنوات وما زال هو السيد على الساحة في هذه الفئة مهما يأتي من أجهزة إذا كنت أنت ما يهمكش الأحجام الكبيرة طبعا بإمكانك الاتجاه إلى سيناتور بليتونيوم اللي هو موجود عليه يا صديقي الصوتيات سيناتور أو نوفا أيماك اللي موجود عليه صوتيات نوفا وغيرها من الأجهزة اللي لو أنت مهتم بالصوتيات المواصفات واحدة فقط أجهزة ستار سات هي اللي تتميز بالهاردوير القوي والبردة الكبيرة حابب جهاز كلاسيكي المينيو بتاعه بسيط استخدامه سهل تتجه لأجهزة ستار سات أنت منعاشق التحديثات الكثيرة والصداع وكل هذه الأشياء بإمكانك الاتجاه إلى أحد الشركات الشعبية زي سيناتور أو نوفا أيماك أو غيرها من الشركات اللي هي طبعا غير الشركات الصينية الأم زي ستار سات أو ميديا ستار وغيرها من العمالقة جهاز رائع جدا في عالم الشيرين كالعادة يا صديقي التزم بهذه المعايير المكتوبة أمامك في الجدول ستحصل على الجهاز الذي تريده في مركات عالمية بتكون معحدة زي ميديا ستار سات وستار تراك والتايجر وغيرها من العمالقة دول ما فيهمش لاعب معروف فهمش تقليده ما فيهمش لاعب أما إذا كنت ستذهب إلى الشركات المحلية زي سيناتور أو نوفا أيماك الجوين الغزال الحاجات اللي المستوردين سموا البردة أو سموا الجهاز على اسم من خيالهم فبإمكانك أن تلتزم بهذه المعايير جيدا ما يميز صوفت الجي أكس أنه ثابت جدا على الرامة الاتنين وفلس 16 هذه الفئة من الأجهزة ممتازة جدا في عمليات الطايم شيفت الصورة رائعة ممتازة جدا مع الأكمار ومع المتحرك أيضا رمودات احترافية وبالإضافة أيضا يا صديقي مشاكل نادرة جدا أجهزة مستقرة بشكل كبير وبكده نكون انتهينا من فئة 750 جنيه حتى 1300 جنيه يا جده انت زهيئت صح؟ خذ استراحة خذ استراحة جدا خذ لك رشفة من الشاي أنا ما بحبش الشاي جدا ولا القهوة الحاجات اللي بتحرق العصابة جدا فما تشربش شاي جدا ارتحتها جدا ارجع تاني يا صديقي في كلام مهم حابب أقولهو لك في فئة الأندريد 4K وفي خيار سأضع إليك في نهاية هذا الجزء لتحدد أنت بنفسك متى تقتني ريسيفر 4K لابد أن تعلم جيدا يا صديقي إذا كنت أنت يا جده ليس لديك خبرة في استخدام الأندريد الخاص بالجوال واستخدامك بسيط ولا تجيد التعامل مع قوائم الأندريد والفولدرات وملفات الأندريد وأخطاء الأندريد فلا أنصحك إطلاقا أن تأتي بجهاز أندريد 4K أجهزة الأندريد 4K هي أجهزة شبابية أكتر أو للناس اللي لديها خلفية أكثر في عمليات أو في النظام الأندريد فيا صديقي هناك معالجين متسيدين في هذه الفئة لا ثالثة لهم هو معالج الهاي سيليكون ومعالج الأومليجيك معالج الهاي سيليكون هنقولك عيوب ومميزاته وأيضا الأومليجيك فخلي بالك يا صديقي إذا تفكر في اقتناء أحد أجهزة الأندريد لابد أنك تكون عارف كل الكلام اللي هيتقال ده ما ينفعش تفوت كلمة لأنك هتدفع مبلغة جدا هتدفع أكتر من ألفين جنيه معالج الهاي سيليكون معتمد من الفوريفر 99% من الأجهزة الحاملة لمعالج الهاي سيليكون كلها عليها فوريفر إلا الايكون هو اللي معلوش فوريفر عليه سيرفر أوركا وهذا سيء أما معالج الأومليجيك لا يوجد أي رصيفر في العالم حامل لمعالج الأومليجيك عليه فوريفر أعرفنا الليلة فإحنا معانا حكتين فهذه النقطة إذا كنت أنت من عشاق الشيرينج وشغوف بالفوريفر فطبعا ستكون مقبر لا محالة على معالج الهاي سيليكون فتعال أقول لك الفرقات الجوهرية اللي موجودة بين المعالجين معالج الهاي سيليكون رائع جدا مع النظام الأكمار الصناعية معالج الأومليجيك أيضا رائع جدا مع نظام الأكمار الصناعية والقوائم هنا أفضل بكثير والاستجابة على أكمار الصناعية في التنقل أفضل من الهاي سيليكون بكثير الهاي سيليكون يا صديقي يدعم أندوريد 7 بسبات ويدعم أندوريد 8 وتسعة ولكن بدون استقرار معالج الأومليجيك يدعم أندوريد 9 و10 و11 وزي ما أنت عايز واحد يقول لي عم إبراهيمي هتفرق فيه أقول لك دلوقتي يا صديقي جوجل هتنزل أندوريد 14 فلك أتتخيل أنت معاك جهاز معالج هاي سيليكون أندوريد 7 يعني في سبع إصدارات يعني كلها سنة ولا اتنين والبرامج مش هتدعم أندوريد 7 فمعالج الأوميليجيك أكسر تطويرا في أن هو يجاري نظام أندوريد وتحدثاته معالج الهاي سيليكون رائع جدا في القنوات الصوتية وال typically會Co معالج الهاي سيليكون أقل سخونة من معالج الأوميليجيك معالج الهاي سيليكون نقطة جوهرية فاصلة واللي ممكن تخوفك من معالج الاومليجيك ان الهاي سيليكون درجة حرارته ما بترتفعش في فصل الصيف مثل معالج الاومليجيك اللي بيسخن صيف وشت طبعا احنا في الوطن العربي درجات الحرارة مرتفعة الجو غير اوروبا تماما فمعالج الاومليجيك صيف شتة بيسخن فبيحتاج مبرد تجيب له مروحة تتصرف تحطه تحت التكييف لان معالج الاومليجيك غول غول بمعنى الكلمة فاداؤه اقوى فكل ما كان المعالج اداءه اقوى كل ما كان درجة حرارته بترتفع فهنا الهاي سيليكون ممكن الناس تتجه ليه خوفا من الحرارة وارج جدا وبتحدث باستمرار ان معالج الهاي سيليكون او الفردة تضرب من الحرارة اللي بتحصل هنا من الصعب جدا ان معالج الهاي سيليكون نسمع ان هو ضرب او حصل مشكلة فاذا هذا عب قاتل في الاومليجيك لكن ممكن يحل فتعال نروح للجدول مع بعض ونشوف الجدول بيقوله احنا بنتكلم هنا على اجهزة هاجين بتبقى مخصصة للنظام الاندوريد وللاقمار الصناعية هنا يا صديقي الاجهزة الشهيرة جدا الحاملة معالج الهاي سيليكون هم نوعين ستار سات وميديا ستار في اجهزك تانية كثير زي تايجار تيتول تمية ميجا والحاجات دي ولكن انصحك بالستار سات وميديا ستار سات يا صديقي في منها ستار سات اكس وان واكس تو واكس سري واكس فور واكس سيفن اكس سيفن بيأتي بدونجل فضائي فطبعا يا صديقي بيأتي بمعالج الهاي سيليكون وميديا ستار زد وان وزد تو رائعة جدا العملاق ميديا ستار زد تو عملاق عملاق ده افضل جهاز صدر من شركة ميديا ستار زد تو ولكن هو جهاز قديم مرة عليه اربع خمس سنوات اي لها ايضا الامكانيات هنا راما اتنين في الاس ستاشر بنتكلم هنا في الاس ستاشر جيجا مش بنتكلم على فلاش اا تمانية ستاشر ميجا احنا بنتكلم بالجيجا هنا في اجهزة الاندرويد بنتحدث بالجيجا مش بالميجا ميديا ستار زد تو ولتمانية جيجا ايضا الصورة المعالج الهاي سيليكون فور كي بشكل كبير وملفات القنوات الخاصة بميديا ستار زد تو متوفرة وستار سات ايضا متوفرة الاشارة هنا ممتازة جدا ايضا حاملة للفوريفر والاي بي الاجهزة الاندرويد ممتازة جدا في شيرنج رائعة جدا في الاي بي ما لم يستخدم الاي بي على اندرويد سواء تيفي بوكس او ريسيفر او شاشة اندرويد سيشعر انه كان في عالم اخر الاي بي على اجهزة الاندرويد خيال روعة ما بعدها روعة للامانة معالج الاومليجيك قليل جدا الاجهزة الموجودة بمعالج الاومليجيك في بعض الاجهزة في الاردن على معالج الاومليجيك بس تقريبا ماهيش هاجين ماهيش امر صناعي ولكن هنا في مصر عندك ستار نت عشرين تمانين وعشرين تسعين او 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 وايرلس وده بيشتغل على النوعين سواء هاي سيليكون او اومليجيك ورمود الوايرلس موجود على امازون وموجود في الكثير من المتاجر رمود وايرلس وبيقرأ ايضا على تيفو بوكس بقطعة وايرلس بتركب في الرسيفر وتقدر تتحكم بيه برمود الوايرلس فدي محلولة لو انت ملقيتش الرمود بتاع هزي الاجهزة محلولة انك تقدر تعتمد على الرمود الماجيك وهزي الاشياء في هزي الفئة كل جهاز لملف قنوات ما ينفعش تقول هاخد ملف قنوات ما هو نفس المعالج لا لازم يكون ملف القنوات مخصص لي ستار سات او مخصص لي ميديا ستار او مخصص للأومليجيك على حسب ما يتوارد ان معالج الأومليجيك بيدعم حتى ايت كي طبعا مفيش قنوات ايت كي فبالنسبة لمعالج الأومليجيك قنوات الفوركي دي بالنسبة له كشربة ماء معالج الأومليجيك في الالعاب افضل بمراحل من معالج الهاي سيليكون فلذلك اصدارات معالج الاومليجيك كثيرة جدا واصدارات الهاي سيليكون محدودة الهاي سيليكون هو مصنوع من اجل الرسيفرات والاستخدامات البسيطة ولكن الاومليجيك هو مصنوع من اجل الالعاب والتيفو بوكس وايضا تم استخدامه وازبت نجاح كبير في معالج الاومليجيك نتمنى في يوم من الايام ان الفوريفر يدعم هذا المعالج الرائع الاكثر من رأي هنا السؤال لنا حابب اقوله الحضراء انا شخصيا على الصعيد الشخصي افضل دائما ان تستخدم تيفو بوكس بجواره رسيفر لا افضل الاجهزة الهاجين ولكن للامانة العلمية معالج الاومليجيك اثبت نجاح في الاجهزة الهاجين اللي هي امر صناع واندوريب بعض الناس يقولك يا عم ابراهيم انا حابب النظام الاندوريب اقولك تجيب لك تيفو بوكس رسمي زي شاومي شركة شاومي او جوجل تيفي من جوجل او ميكول او غيرها من عمالقة العالم التيفو بوكس وتضع بجوارها من رسيفرات الاتشي دي اللي احنا ذكرناها في الفئات السابقة ولكن حقيقة الهاي سيليكون محتاج استخدامات بسيطة جدا تفتح يوتيوب تنزل تطبيق حاجات بسيطة على الاد ما ينفعش تهرس في الجهاز الاومليجيك يستحمل الهرس الحرارة عالية جدا فخلي بالي فهنا دي العيوب ودي المميزات فاكتب لنا تحت في التعليقات هل انت من الناس اللي بتفضل تجيب تيفو بوكس منفصل وتجيب بجواره رسيفر ام تحب الرسيفرات الهاجين اللي تكون اندوريد وامر صناعي وبكده نكون انتهينا من فئة 1800 جنيه حتى 1800 جنيه فاتمنى يكون التأدير لهذا الفيديو باللايكات والشير للاصدقاء وحاسب لكم الصور كلها بتاعة الجداول دي لانها مهمة جدا وبالاضافة ايضا يا صديقي اي سؤال حابب تعرفه عن نظام اللي نيجمع عن اي نوع من انا نوع لاجهزة تقدر تنضم لي روابط التواصل المباشر معي على الفيسبوك وعلى التليجرام وعلى تويتر اي من السلاس منصات هذه بامكانك ان تتواصل معي بشكل مستمر اترك رسالتك وماذا تريد بشكل مباشر وانا باذن الله ساجيب عليك اجابة شافية وتأخذ المعلومة من جهة موصوقة حتى لا تقع في خطأ شراء جهاز لا يتلاءم مع رغباتك فكنت معكم ابراهيم سعيد وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة